اشتركوا في القناة لا تنسى تسوي لايك شير وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسط قلنا نتكلم عن جنجل تراكين جنجل تراكين كلينر مش كجنجلر لما قلت للمدمر يا مدمر أنتبي خازك استرا خلص البوت عندك هو في التوب لين وجالس عشان يأخذ الكانون ومت هي حاجتين الحق نقال واحدة من الحاجات اللي لازم تسويها هذا اللينر برضو مسعجة جنجلر هذا جنجلر قلنا واحدة من الحاجات يعني أهم شي لحياة الجنجل تراكين الأنمي جنجل كاللينر انت برضو واحدة من الحاجات اللي جالس أحاول يعني أتعلم عليها في المد زيادة إنه فين أوقف وكيف أوقف لفين الجنجل حقهم وفين الجنجل حقي موجود تمام خلينا باعتبار أحنا في البلو سايت شوف توني كنت ألعب لوسيان في ماتشاب قدام عريليا في البداية أنا أفوز أفوز في العرلقين فأنا عارف إنه والله أنا أبغى أسوي إيش سويت قفتوني سويت الوايفة الأولى الثانية الوايفة الأولى سويت لها لاست هت بسرعة I matched آيريليا الوايفة الثانية سويت لها شوف بسرعة عشان أبغى الوايفة الثالثة تجي هنا وترجع علي لأنه هذا الوقت اللي الجنجل فيه يسوي قانك فأنا أبغى سويت push للمنيون ويفة الأولى طبعاً بنتكلم عن مو سويت push للمنيون ويفة الأولى سويت سويت ماتش لأيريليا في الوايفة الأولى لو لو عد لكم القيم أوريكم ميادة حين وفي الوايفة الثانية لما جات كالثلاثة مينيون سجعت الوايفة الثانية سويت لها شوف بسرعة تحت التاور مزبوط بعدين شفت الجنجل الحقي كان موجود من يفاكر في التوب ولا في البط وروحت وشفت ايريليا واقفة في جهة من الماب يعني واقف في الجهة هذه كان كان واقف هنا فاي أسيومت انه الجنجل حقه طبعاً احنا عارفين انه أول ما بدأ الجيم البطلين حقه هم اتأخر إذا البطلين حقه هم اتأخر المفروض انه هذا مو مية في المية انه الجنجل حقه هم بدأ هنا تصبط طبيعي إذا حين الباثين حق أي جنجل في البطلين إيش يسوي ياخد بلو ياخد قرومب قرومب صار مر ضروري عشان قرومب صار يرطي هلث ومانا موزي أول أول كان السكتل يسويها ده حين صار القرومب يسويها تمام وإذا هو فارمينج جنجل هيكمل هيكمل على 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 وولف ريتس ورد بعدين يروح على سكتل بعدين يرجع على يحاول يدور على قانك هنا ولا هنا إذا ما لقى قانك يرجع على على إذا ما كان إذا كان قانكينج جنجل إيش هيكون حيبدأ بلو حيروح قرومب حيروح ريت بعدين حيجي يدور قانك بعد ما يدور قانك حيروح على سكتل حقه لازم نفرق بين النوعين حقون الجنجل عندنا النوع الأول إذا بدأ في البط راح على بلو واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين خمسة بعدين حيطلع سواء من هنا إذا كان يقدر يسوي أو من هنا أو من هنا على سكتل هيكون ستة بعدين حيدور على قانك سواء هنا ولا هنا فإنت كالينر سواء في الميد ولا في الطب بالذات المدمر ضروري مر ضروري أنه الوقت هذا في التوقيت هذا أنت مستعد الجنجل اللي زي كذا اللي جاك بعد 13 هايġيق تقريبا ما بين 23 و 43 23 43 لأنه هايجي أشير السكتل بسرعة السكتل يطلع لما من و 15 إحنا عارفين الصح إذا لم أنتو عارفين أ Live جاك سواء أدوّر علا أو أسول أنا في الـ Gonna أنا لازم أق refused wishing to 滤 حتى يبقى الوارد طبعا انا انا فى انت تورد هنا وانت تورد هنا او تورد هنا اuz في الجنقل حقك نازل على تحت يتم مشتحل عهدى فهتسوي الوارد هنا فى النص حى ورد احلى في ملتبه انت منت عارف каких Hoevoo حيجى من هنا ولا من هنا لا تحطها من Bottom hiUR soybean حتى تساعد قال ig distribution انه والله لو هو بياخد الاسكتل يمكن فجأة كده بياخد الاسكتل ومشي الين هنا شفته هذا واحد اتنين الميدلين انا لما رعب ميدلين ميش حاولت اسوي بعد ما سويت شف للمينيون ويفا التانية وانا عارف انه هو في البوت سايت رحت بسرعة على وحطيت وارد هنا طبعا هذي ما هي احسن وارد الحق انقال بس في الايلو هذا ما يفرق احسن وارد تحطها تحطها هنا تحطها لانه ممكن تبقى تشوفوا هو ماشي من هنا وتبقى تشوفوا هو ماشي من هنا اذا شفتوا ماشي من هنا احنا عارفين انه هو في التوب سايت 100% هذا ايش معنى انا شفته انا في الميدلين انا عارف انه هو توب سايت انا هلعب على البوكت السفلي والتوب حقي شافه احين حيلعب اذا كان الوايف بالدف هنا حيسوي له الدف بسرعة عشان ترجع عليه عشان يقدر يسلطة الوايف بطريقة كويسة طبعا هذا واحد فاهم ايش بيسوي المدمر ما يفرق معه ما يشوف الجنغل ما يطالف اي حاجة يكيبس بوشين الجنغل جاء ولا ما جاء انا اقول له الجنغل جايك وبرضو ما ينتبي ويموت طبعا من هذا فهاني the art of tracking الجنغلر لازم is a basic is a basic fundamental بزات للسولولينر ما فيها كلام لازم تسوي كده مو انا ما يهمني ما ابغى انا موت من يا جنغل دفرنس هذا مو جنغل دفرنس لو انت موت من جنغل جانك بالطريقة هذه عشانك بوشين في الدقيقتين الاولى من الجيم في التلاتة دقائق الاولى من الجيم من دون ما تسوي تراك للجنغل هذا خطأ ما فيها كلام عليك حتى لو موت 2v1 الجنغل حقهم جاك الجنغل حقك بدأ يعني احنا شوفنا الجنغل حقنا نونو بدأ فين هنا هنا فشي طبيعي انه حينزل على السايت ونونو اذا فارمينج جنغلر صح يا ايش يعني فارمينج جنغلر يعني حيبدأ بلو دروم هياخد وولفز هياخد ريث هياخد ريد هيروح على سكتل بعدين حيرجع اذا سوالي جانك بعد ما يراح على سكتل جاي سوالي جانك مد نفس الباث اللي سبب العكس هذا ايش معناه معناها سترونج سايت حقنا بوت يعني الجنغل حقنا في البوت سايت هنا عندنا ثلاثة اشخاص وهنا عندنا واحد نفر والجنغل حقهم هم الجنغل حقهم فوق هم عندهم سترونج سايت توب فالمفروض التوب لينر يكون ويري ينتبه لازم يكون عارف انه ترى حجيل وقنك لو هو الوايف ما هم ستتها في مكان كويس لو هو اوتوف بوزيشين لو هو ما هم ورد ونفس الشي الميد لينر يش شفتوني سايت روحت حطيت وارد هنا بس عشان نشوف هو جاي توب شفناه هو جاي توب انا على طول جريت جريت استلعب الجهة هذه هنا الماب في الميد مكسيمو قسمين يعني في توب بوكت وفي بوت بوكت انا بغى اكون اقرب للجنغل حقي ابعد عن الجنغل حقهم ابعد مسافة عن الجنغل حقهم وفعلا جاء الجنغل حقهم من فين لما خازيكس كلكم شفتوا قلتوا خازيكس هذا ماعد حيجي يقنك ميد جاني من هنا الخازيكس بعد ما شال السكتل وراح حاول جاني مشي من هنا انا كنت هنا وهو جاي انا رجعت كذا انتهى القانك اوكي ففين توقف انت رلاتيف لفين الجنغل حقهم وفين الجنغل حقك سواء في اي لين مرة ضروري نفس الكلام اللي ينطبق على التوب لين والميد لين وينطبق على البوت لين طبعا البوت والتوب زي بعض لانهم لينين طويلة بس الميزة في البوت انه والله عندك سابورت تقدر يوري تقدرها نفس الشي الجنغل بدأ بوت عارفين اذا هو فارمينج جنغل هو حيطول وحياخد رسكاتر للفوق حيجينا على 24 الى 44 ليش التايمرز هذي ليش العشرين ثواني هذي دائما نقول عندك 42 عندك 3 عندك 23 عندك 43 عندك 43 هذه تايمرز متعارف عليها في الجنغل عشان التايمر اللي يتاكس تاكس تاكس الاسكتل اذا هو من الجنغلر اللي يسوي قانك قبل السكتل حيجيك على ديقة 3 او ديقة 42 لو اخد 3 وارد ياخد 3 كامس ويجي هذا حيجيك على 42 52 ياخد 4 كامس ويجي سوري ياخد 3 كامس حيجيك على 42 ياخد 4 كامس حيجيك على 3 52 اذا كان جنغلر مرة سريع ياخد 6 كامس ولا 5 كامس لا حيجيك على 43 حيجيك بعد ما ياخد السكتل هذا حياخد 5 كامس ياخد السادس بعدين يجيك كل جنغلر لازم نحسم حسابه بالمنطلق هذا طبعا فيه في كل اليلوز يعني بالذات في اللوور اليلوز فيه ناس ما تمشي على الكلام في ليسين برونز راح فرم هو المفروض يسوي 3 3 كامس ويسوي جنغ يسوي full clear ممكن ممكن نشوف أمومو ولا نونو هو المفروض يسوي full clear يسوي فإنت تتبع عشان كده نحط الward هذا اللي بدري عشان مو بس we think ولا نفكر إنه إحنا شايفينه عشان نشوفه فعليا دين مكانه فإذا إنت لينر سواء solo لينر إنت شغلك إنه إنت تساعد الجنغل حقك تشتسوي تراك للجنغل حق الخصم شغلك مود مد دف الجنغل ما سواني ولا شيء ما جاني قنكني إذا إنت ما تستته ما تعطيه مجال إنه هو يقدر يلعب لأنه إنت ما أنت مساعده في الفيجين وتشوفه فين الجنغل حق الخصم لا تتوقع منه إنه يقدر يسوي لك ولا حاجة بالذات لو جاء لك جنغل لو جاء لك جنغل والجنغل حقك في الآخر ساعده في الماب زي ما هو إحنا عارفينه إنه بدأ هنا نزل بوت هذا زي الطربوش داف تحت التور الجنغل حقه هم عارفين إنه بدأ هنا جاء توب جاء سواقان قتله الجنغل حقنا تحت هنا كيف دمب الجنغل كيف دمب الجنغل إنه جنغل دف إنت موت تبغى الجنغل طول الوقت جالس جنبك تبغى الجنغل ما عنده شغل ما يفرم نهائيا بس يجلس جنبك يدى ديك يردعك يدي لك ديد وكده يديك بوسة دوها يا دوها ما يصير يجب أن تفعل يا أخواني كثير أشوفها كثير مرة زالني أوكي آم هذا على بسيطة يعني أشوف الكلام هذا يصير ليش دائما أتكلم على ماجد فكرتوا لي والله إنه ماجد يسوي كده ماجد ريتد يكون تحت هنا وهو هنا والجنغل جاء قتله أطالع يعجال مفروض ما يصير على المستوى هذا وفي اللعب لما تكون تشالنجر مفروض ما يصير كده ما يصير جنغل تراكينج سيمبل فور ديم الناس هدول من كتر ما احترف الجيم المفروض الكلام اللي أنا بقوله هذا أساسية بالنسبة هو ما عنده الأساسية هذي ولإنه مرة كويس لو جولو اتنين يقدر يكتلهم أحيانا لحاله فقال لك إيش إتس فاين كون إنه أحيانا يكتل 1v2 غطت على الدفشنسي أحيانا إنه والله هو ما يشوف ولا ما يسوي تراك للجنغل وطبعا مو صحيح لازم تراك للجنغل لأنه كل التييم لما عرفت الكلام هذا قام ويروح ويكتل ستين مرة في التوبلين هو المفروض يقدر يسوي 1v2 طول الوقت لا بدأ طالب الناس يقول لك ركزوا عليه ركزوا عليه لأنه ما يطالب لأنه ما يسوي جنغل تراك والجنغل عامة يحاول يساعد اللينر عارفين اللينر دائما متعبانين ريتد يحط بينك هنا هل تفهم ما هذا يعني بدل ما يحط هنا ولا هنا ويلعب حول الماب يروح يحط بينك عند ماجد عشان ماجد ينكفش كل شوية فال نو فلازم لازم لازم الشغلات الاساسية هذي في الجيم انت كلينر انت واجب عليك جزء كبير من شغلك انه انت يتراك الجنغل حقهم ليش لأنه كم مرة تموت في اللين من قانك احتمال كبير سبب يعني جزء كبير منها سبب انت مش الجنغل حقكم لو الجنغل في الجهة التانية وانت بسوي بوش وانت ما تعرف من الجنغل حقهم والجنغل حقهم مفروض يساعدك يقولك الجنغل قريب الجنغل ساحة ما يعرف ما يعرف ليش يتوقع انه في برونز ولا في سيلفر ولا في جولد يعرف كيف يساعدك للجنغل وليش يتوقع انه واحد في المد كل شوية زين المجنون هنا بياسوا الله يذكره بالخير يالس العبلي تحت التور حقهم وكل شوية الجنغل يقتلوا ويمشي ويمشي وهو هنا وهو ما الام صراح في الجنغل حق الخصم ما في الجنغل الحق وهين موجود وهو هنا تحت التور ويموت كل شوية بعد يقول لك جنغل دف والله جنغل دف والله عفريت مو جنغل دف فيا اخواني تراكين الجنغل طيب فهذا الروتيشن الاول حق الجنغل صح طب بعد ما خلص بعد بداية الجيم كيف أسوي تراكين للجنغل الجنغل كله كل ما يعني تشوفوني حتى أنا في البطلين يا أخواني لما أشوف الجنغل بسرعة جري بسرعة بسرعة كده جري أجيب الماب عليه أبغى أشوف إيش عنده بف وطبعا نبغى نشوف التاب كم عنده سي اس تمام ليش يفرق معايا لأنه لما شفته في التاب يعني شفته أول ما شفته في بداية الجيم أبغى عرف هو سوى ثلاثة كامبس بس وأربعة كامب وسوى كامب وسوى غانك ولا سوى فول كلير يعني لما نعرف هو سوى فول كلير ولا لا أنا أعرف من فين بعد ما يخلص الكلير سيسوي ريكول ومن فين سيبدأ في المرة اللي بعدها ونكمل هذا كله بنفس الطريقة خلينا نشوف كيس لنونو مثلا يعني لين من الخصم عنده نونو نونو بدأ هنا خلص دا خلص دا راح أخذ ريث راح أخذ ريد بعدين أخذ السكتل بعدين شفنا في الخريطة شفنا جاتوب ولا بوت لما نسوي تاب عليه كم منيان حيكون عنده إخواني مو صحيح أنا كنت مسوي شف للويف ورحت وكان عندي منيان ويف كبيرة تحت التاور رحت صوت وارد ورجعت وأنا لسه البرائيو عندي عندك 20 ثانية ما بين كل وارد ما بين كل مينيان وو كل مينيان ويف اعترف 30 ثانية تسوي شفل التانية بسرعة تروح تحط وارد وترجع هذا واحد اثنين في عندك التو مينيان ويف وفي عندك التري مينيان ويف رول تعلمها روح جوجل تعلم تو مينيان ويف رول متا أنا أبغى اللين يسوي push عليّ أنا أبغى أسوي freeze أنا عارف أن الجنجل نازل عليّ والجنجل الحقّي رايح في الجهة الثانية أنا أبغى اللين يسوي دوف عليّ You have to put all of that in mind طيب عشان نحط عشان الشباب اللي بيقولوا في البث اللي بيقول 24 واللي بيقول 11 أنا مادري ليش بيألف 11 كل camp بأربعة من ينس أربعة، تمانية، اتناش، ستاش، عشرين، أربعة وعشرين لما أفق كتاب ولقي 24 أنا عارف أنه باقيله هذا بكل بساطة هذا باقيله إيش هيسوي أنا دحين في البطلين أنا ADC أنا عارف أنه هذا عنده 24 منتح الجيني أقل شيء لازم يروح يسوي هذا ريكول بعدين ينزل تحت ياخد القرومب حيرجع والولفز أو ياخد القرومب وجيني كانك أنا عارف أنه عندي 40 ثانية إليه ما هو يجيني عبل ما ياخد هذا ويسوي ريكول عشرة ثوانية بعدين 20 إلى أنا عارف أنه عندي تايم ويندو أني أنا أسوي بوش من دون مخاف وسطة الواف وأبغى إيش أسوي؟ أتفرجوا علينا في القيم لما نلعب ADC مع دو ولا مع أحد كويس وحاسب حسابه المليون ويف الوقت اللي هو بيمشي هنا تلاقي أنا أستخدمها باك تايم ليش؟ شاف اللي سويت بوشه باك حيجي يمشي هذه أول شي ضروري لازم هي عشان ما أعطيره فرصة أنه يسوي لي قانك نهائيا طبعا، هذه مع الوقت لما نسويها أول بأول حتتعود عليها يا شباب أوكي؟ لما تبدأ تفكروا في المعلومات هذه حتبدأ تزن في بالكم والطالة هتقول أوف، الجنغل دحين أنا أباك تفكر الجنغل فين حيكون؟ وما أبغاها اعتباطا، الجنغل حيكون في البط أنا قلت، بس أنا قلت ما بني عليش، ما بني على معلومات داتا أعطتك لا ننسى أنه البلو والريد بعد ما يموتوا أول مرة يرجعوا بعد خمسة دقائق مضبوط، لو واحد من الجنغلر زي نونو إيش هيسوي؟ خلص البط كامل يعني بدأ، بط، خلص هذا، أطلع، سوى كده، رجع، سوى كلير مرة ثانية وأخذ واحد من السكتلات، أزلصها لفل ستة، ما نفاكر هو لفل ستة على طول فسوى قانك، ولا ما سوى قانك، عارفين 100% أنه بلو حيرجع على دقيقة ستة لو هو بدأ، لو أخذه في واحد واربين أي أنتم عارفين التي تطلع فو 1x25 هي انت لا يفاكر أو لى 21؟ 1x25، 1x35، 1x31، 31 31 هادي تطلق 31 هو خلصها على 41 و 1 و 45 ف 46 إلى 7 هو هيكون عند البلو سايت فإنت عارف هو بدأ في بلو في الدقيقة 7 البلو حقه هيطل أمر ثانية الجنغلر بطبيعة الحال ما يبو يضيع وقته بيأخذ البلو على الدقيقة 46 إلى 7 هيكون في البوت فلو أنت زي المجنون مزوي بوش هنا زي الأهبل أنت تعرف ترى أنت في خطر والعكس ينطبق على التوب هو أخذ البلو في دقيقة 47 أو 7 يعني في دقيقة 41 على الساعة دقيقة 7 هيجي وصل هنا على الدقيقة 8 ما اسمه 47 هيأخذ عنده 40 ثانية هيوصل على 47 57 هيأخذ الريد أنا عارف أنه من هنا إلى هنا حبل ما يخلص كلير مرة ثانية وحيجيني عندي about a minute to do it فبعاً لازم نحسب حسابة تواقيت هذي التواقيت هذي تدلني تعطيني فكرة final jungle هذا يعني هذه بداية الجيم لأنه بداية الجيم tracking is easy mid game خلص يعني ما تعرف ما تقلط على في الرقم لأنه راح أخذ مينينز في الطريق خلص المينين ويف شال كل حاجة فيتركت بطريقتين واحد تشوف النمبر الحالي يعني مثلاً الجنجل حقه هم هنا خلص blue وشوفته فكيته فكيته لقيت عنده 40 فارم ولا ستين فارب ولا تمانية وستين فارب وبعدين اختفى وبعدين شفته مرة ثانية في المد ولقيت عنده اتناشر فارم زيادة هذا معناه اخذ البوت هيروح على الطوب حقه هلوين؟ بطبيعة الحال شفته بوت هنا اعتبر انه هو بيفرم بوت بعدين حيتجه حول طوب المدمر لما قلت له خلص البوت هو جاي لك في الطريق ده حين ليش؟ انه فعلا الجنغل حقهم كان هنا دخلنا له هنا شفناه شالهادي وهذه فين حيروح؟ لا يجينا قانك بوت وإحنا عندنا عدد فايزين او حيكمل زي كده وحيجي فوق ووضع الطبيعي انه اذا ما عنده شي يسويه تحت الجنغلر حيطلع فوق ويجري شايف فيه هنا واحد من دون هلث قبله ما عنده ولا شي مراضي يرجع بقى هيروح يكتل ويرجع فهيز اراون توب سايد فالشغلات البسيطة هذه فالشغلات البسيطة هذه فهو يمكن تراكي جنغلر إذا تبقى تطلع تمام إذا تبقى تطلع في الإيلو وإذا تبغى تعتمد على نفسك وتبطل تقول جنغل دف كلنا ما نختلف الجنغلر الأحسن يسهل الجيم على التيم ما فيها كلام بس في نفس الوقت لما انت بتموت من جانكس هذا مو غلط الجنغلر حقهم حقك هذا غلطك انت وهذا اللي نبغى نركز عليه كل مرة أموت من جنغلغانك كنت أسجلها وأزعل لأنه أنا أنا سوي تراك وأحيانا ما أنتبي أحيانا جارة تتكلم مع الستريم يعني واحدة من من الحاجات اللي لازم نتعلمها يعني كل بني آدم عنده كباسيتي في حاجات يقدر يركز عليها في نفس الوقت لما يتشتت فكرك في حاجة تانية جالس تسمع ميوزك جالس تتكلم مناس جالس تتكلم ستريم فيه واحدة من الحاجات الضرورية اللي أنت المفروض تسويها حتطيح ولما أنت طيح يجيك غانك وتموت لأنه نسيت أنه الجنغلر حولي نسيت نسيت أتابعه نسيت أراجع هو فين نسيت أشوف فين مكانه وفين بدأ فشي طبيعي موتتك أنت المسؤول عنه وكل مرة تموت في اللين من غانك طبق أوكي ترجع يقول what did I do wrong إيش سويت خطأ ليش أنا ما I tracked الجنغلر أنا في بالي كان الجنغلر هنا المفروض هو كان هنا ليه لازم أدخل واشوف ونعدل ونصلح يا أخواني اللي يبقى يطلع فيه له يبقى يعتمد على نفسه يبقى يضرب على صدره ويقول أنا أكرر نفسي وأخرج نفسي من المكان اللي أنا فيه هذا المبتغد اللي يبقى يجلس يقول والله team difference التيم حقي سيء التيم حقي بطال الجنغل حقهم أحسن هذا هيجلس مكانه ما هيتحرك هيبقى طل عمره في نفس اليله اللي هو فيه وحيبقى يبكي طل عمره وحنجلس بنسمعه ويبكي تبك بك طل المرة كل يوم يجيني في الستريم واحد أنا يا أخي أسوي كل شيء صح بس التيم حقي يا شيخ كيف تسوي كل شيء صح والتيم حقي هي طبيعي إذا أنت لينر معفن إذا أنت لينر سيء حتخلي حياة الجنغل حقك صعبة ما فيها كلام يعني أنت ما أخذ شامبيون المفروض يفوز في اللين وإنت مهزوم في اللين واللين برايوع هنا يعني واحدة من الحاجات اللي ما يفهموها اللينرز أنه لو أنت مدفوف زي كذا الجنغلر ما يقدر يلعب أجريسيف يخاف لأن الجنغلر حق الأنم الخصم ممكن يدخل عليك فهو يلعب مرة باسيف لأنه ما عنده برايوريتي في المد ولا عنده برايوريتي مثلا في الطب يعني بتصير في لينين فايزين إذا هذا صاير إذا هذا صاير في الجنغلر حقك الجنغلر حقك ما عنده ولا شي يقدر يسويه غير أنه يفرم ما يقدر ياخد دريك ما يقدر ياخد هيرلد ما يقدر إلا ينزل تحت وما يقدر يسوي ولا شي تاني ليش؟ لأنه أنت مضيعه أنت ميت ثلاثة مرات في اللين والجنغلر حقهم عنده برايوريتي ولو الجنغلر حقهم قرر أنه يسوي يعني شاسمه غانك أو قرر أنه يسوي شاسمه كاونتر جنغل يدخل على الجنغل المد حقهم يقدر يجي معاه يساعدوا بسرعة قبل المد حقك ولو جاء المد حقهم أنتو 2v2 أنتو تخسره فشي طبيعي أنتو كيف تحكم الويف في اللين يؤثر على كيف الجنغلر يقدر يتفاعل معك أنت كشخص إذا أنت تسوي بوش كل شوية لللين كل مينين ويف وراء بعض من دون ما تفكر شي طبيعي واقف لي هنا الجزء هذا طبيعي الجنغلر حقك ما يقدر يسوي انتراكشن معك في المد لين غير البوت والتوب يقدر يجي من اللين هنا مرة صعبة يجي من اللين مرة صعبة يجي من اللين مرة صعبة يجي من اللين وفي المقابل الحاجة الثانية إذا أنت مسدتة ويف مرة زي الناس ولا وادم أشوف جناغل وإهلكوني كثير صراحة أنا أنا ADC ومسوي والويف مرة كبيرة يعني رجعنا البيس أشترينا وجينا ومسوينا باونس فجيتني ويف أكبر من راسي 13 مين ولا 14 مين ويفين مزبوط ويف ونص مع ويف كبيرة مع ويف تانية أنا الويف بتسوي الدف بتوصل علي أنا أبغى أسوي لها فريز يجي الجنغل وينقوز عليهم وفي ويف يا كبرها طبعا في أحيانا لما تكون مرة سنوبولت ومرة أهد يجي رسوي الكلام هذا بس لما تكون متأخر وانت مهزوم في اللين مثلا ويجي يسوي الكلام هذا وانت ما تاخد كل ولا أسست وراح عليك نصف الويف عشان الويف انتوا سيبتوها وراحت على التور ولا المينين ويف قلبت عليكم جهسة تطربكم وانتوا كلكم متوا عشان الويف تمام ففي كل الحالات في كل الحالات شرح صحيح بس مو حق اللويلو ينفعلوا كل الويلو زياز يروح أنا لما أشرح أنا بشرح بشكل عام ما بخصص لما نجيني واحد من برونز و سيلفر ما أقول له الكلام هذا لما نجيني واحد من هاي جولد وانت طالع أقول له الكلام هذا لأنه اللويلو يفرق الكلام بس إحنا ما نبقى نستنى إليه نصير هاي إيلو عشان نتعلم نبقى نتعلم من اليوم تمام كيف تفوز ضد شخص أفضل منك مايكرو ممكن ما تقل تفوز عليه مايكرو تفوز عليه ماكرو اختار تشامبيون سهل وتتحكم بالويف وبالمنين بطريقة أنه والله تجبره أنه هو يحط نفسه في مكان خطير دايما وتجيب واحد وتجيب الجنجلر وتفوز عليه مو شعب إذا أنت ما تجد تفوز عليه لحالك جيب العيال يفوزوا عليه كيف أخلي اللعبة ثابتة أحيانا يكون اللعبة بطلة وحيانا نزبها له نتكلم عليها بعدين بس خلينا داحين أقفل الجنجل تراكينج اليوم كده بس تكلمنا بصورة عامة عن جنجل تراكينج أنه كان الموضوع هذا في بالي كتير ودائما أشوف أشوف العالم ما تفكر فيه وأبغى الناس تبدأ تفكر فيه أبغى الستريم أو أبغى أنت أي شخص موجود عندي يبدأ يفكر فيه من منطلق أنه والله كيف أنا أتعامل مع آي إنتراكت مع الجنجل الحقي والجنجل الحقي الخاصة بطريقة طبعا المواضيع في التراكينج تطول هذا بس سامري هذا مش كل حاجة في حاجات كثير نتكلم عنها زيادة وحنتكلم عنها بالتفصيل أكثر إن شاء الله في كله في وقت وخليها اليوم بس كده سامري بسيطة خلينا نقفل جنجل تراكينج متاز إذا فيها أي سؤال عندك عن جنجل تراكينج الله يحييك غير كده خلي الأسئلة اللي بعد ثلاث شي لهم يعتمد على الجنجل الحقيقي يعتمد على الجنجل حبيبي نور مالي في الميت اللي احنا فيها حاليا الجناجل they want to balance between ganking and clearing camps بس they lean towards زيادة ganking السيزن اللي فات كان they lean towards زيادة farming كان الفارمين أولوية أكبر من الـ ganking متى ساعد الجنجل الحقي في السكتل ومتلا دايما ساعده في السكتل دايما حاول تستطلو اللي بطريقة إنه يكون عندك priority عشان ياخد السكتل كون إنه انت باش اللين إنت لو سويت push لللين إضاف اللين زي كده هو السكتل حيصير أسهل له ياخده نفس الشي على البط وإذا في أحد إذا الجنجل الحقه جاء إنته أورادي باش اللين تجي تساعد على طول البط نفس الشي إحنا مسوين shove هو هنا وإحنا هنا إحنا مسوين shove عندنا لين برايو وشفنا الجنجل حقهم هنا والجنجل حقنا هنا على طول answer على طول طبعا والـ wave في مكان كويس مرة ضروري answer عشان ياخد السكتل بدنا نرجع hover ترى في فرق بين نضارب ونسوي زحمة وانوي hover وإحنا نقدر نيجي أول عشان عندنا priorities في اللينز حقتنا هذا يعطينا الأدفانتج أنه ناخد السكتل طبعا الجنجل للشاطر من يوم ما شاف الجنجل هنا والسكتل هذا دوبة ما أخذه في السكتل الثاني حيقوم جري المد يروح كده والجنجل حيروح كده transition gang أو transition يسموها transition gang عشان ياخد السكتل لأن الجنجل الثاني الخصم لازم يجري من وراء ويجي فهمين ف يطول الحديث فيها ما أبغى أطول يعني في حاجات مرة كثير وفي سيناريوز مرة كثير أحبب تعمم عشان بس نتكلم عن موضوع الجنجل التراكي ممكن نسوي عليه فيديوهات تانية بالأخص بالتخصيص بالتخصيص الممل نتكلم فيها عن الاستراتيجيات وعن المايكرو ميكانيكس حقا لو ما معايا برايو والجنجل حقي يبي مساعده ما أتكر تساعده إذا ساعدته حيروح عليك نص منيين ويف مثلا ما أتكر تساعده لأنه لو راح عليك نص الوايف هذا الألين راح خلاص ليش المد قليل يسوي فريز زي البط والتوب؟ مو مزبوط المد يسوي فريز في كل كم ويف نفس البط والتوب بس انت ما تشوفها في اللين وانت لما تتفرج على اللاعبين الكبار شوف قديش يسوي فريز في التوب أنا وأنا حمار أنا كل جيم كنت أسوي فريز أرجع أتفرج الجيم حقي اللي قبل شوي وشوفني وانها فرزين في المد عشان اللين أكثر الفريز تختلف في هيئاتها the way you see it بس تشوفني أوقف على المينيون ويف أخليها ما توصل للتاور أستنىها يكون عندي ثلاثة أربع مينيون أجري على البوش اللي فوق أجري على البوش هذي مثلا لقيني هنا أوقف قدام المينيون أجري على البوش هذي يختفي أو أوقف هنا واستنى المينيون أخليهم قدامي عشان يسوي فريز عشان أنا أوقف اللين هنا كثير نسويها المد برضو يسويها زي البط والتوب الفرق في التوب والبط انه اللين مرة طويل فتشوفها كبيرة هنا الجنجل المد هتلاقيها هنا في هذا السايت كذا انت تحسب ان هي في النص هي ما هي في النص في سبورت تراكين طبعا في سبورت تراكين بالزات في الهائل ومش في اللوئي بالاكس الشي اسمه الهاير يلوز عشان يكتلوا السبورت السبورت لما يسوي روم في البداية فاكرين مع اول ريكول يسوي روم يجي هنا يجي يحط وارد هنا تلاقي الجنجل الحق الخصم يستنى يستنى اول ما يشوفه يسوي جنب عليه والسابورت حق الخصم برضو مع بعض يكونوا يستنوا هنا انه عارفين التايمرز حقتهم والعكس صحيح نتكلم عنها في يوم تاني بس في جناقل جناقل كلير هم مختلف زي آفرن ودلي كلهم ينطور تحت نفس الكاتيغورية في فارمينج جنجلرز وفي قانكينج جنجلرز نيدلي إذا فارمر آفرن ممكن يسوي قانك لفل ثلاثة بس عامة إذا فارمر أزولي يعني بس هذا طالع على يوتيوب لا تشيلوه اي شي يسويه اذا بتكلم حاجات زي كده تطلع يوتيوب لازم تتعلم كل جنجلر ايش يسوي فدلستيك فارمر برضو فارمر برضو فدلستيك أصلا ما يجدري يسوي قانك إلا بعد لفل ستة بالالتي مرة صعب يسوي قانك قبلها يضيع وقته ماستري نفس الشي شيفانة نفس الشي سجواني ممكن تسوي قانك لفل أربع هيكرم أحسن قانك حقته في لفل أربع أنا كيف بقولها كده من رأسي من الاعتباطي لأنه متعودنا عليهم يا شباب خلاص عارفين كيف تلعب مع الوقت عشان كده الجيم هذا فيه experience فيه وقت طويل لازم تتعلم فيه قيام الفرق بين الماتشاب كل جناقل وطبعا الجناقل الصحة إيش الصحة اللي لازم يسويه وإيش أرهابه أحيانا قتلكم في اللويلو ما يمشوا على الكلام اللي أنا بقوله يسوي أي حاجة في أي حاجة في كل الحالات أنا لازم أحاول أعرف بين هو محلو نونو قانك لفل اثنين إذا ضامن كل ورث إذا ضامن كل اللي يقدروا يسوي قانك لفل اثنين نونو باي الصلاة عن النبي جربان زنزاو مين كمان الثانية هذه الكساي كلهم عندهم قانك لفل 2 بس لو ضاع القانك هذا يأتي تأخر مرة كثير فهذه مرة high risk high reward و high risk high reward ما يسووها كثير يعني في الهاي إلو ما يسووها في اللويلو ممكن يسويها يستحبله شاكو ممكن تويتش شاكو في أحد كمان كلهم يقدروا يسوي لفل 2 قانك تويتش يمكن أكثر قانكر يسوي لفل 2 لفل 3 لفل 4 تويتش is a ganking jungler أوك gravesقلاق يقدر يقنك قانك graves is balanced بس ماه مفرد ينطلللللagh ��� لفل اثنين ما بتكلم على قاملة قاملة ثلاثة إيف is a farming jungler إيف تبقى توصل لفل ستة أول ما تبقى تسوي قانك بدري تبقى تختفي هيك كان قانك لفل 2E I don't recommend that No That gank is a stupid gank هيك أحسن قانك عنده لفل أربعة لفل ثلاثة ممكن زاك برضو farming jungler الجناغ النوعين عامة وسهل تعرفه مرة سهل إليس غانك ليسن غانك زينزاو غانك الناس اللي عندهم CC مرة كبيرة والكت حقته early game تعرف انه غانك جنغل ليسن is a huge غانك جنغل حبيبي he is the father of غانك جنغل أصلا كين is good early كين is a farmer كين ما يقدر يسوي غانك زي الناس الليين لفل أربعة أصلا خدر is a farmer jacks is not a good jungle volley bear is a ganking jungler بس برضو he is not a good jungler غانك عشان الكت حقته الكيو الكيو والإي ولا الدبلو هي اللي تسوي سلو مني فاكر yee farmer حبيبي yee apple farming jungler زي ما تشوفوا اللي لفل why is a ganking jungler you have your master's tier average game jacks is not a good jungler period يا أخواني diamond jacks is not a good jungler diamond diamond لازم نتعلم انه في حاجة اسمها economy في الغام والjungle is low economy ايش يعني low economy jacks is scales with items وايتم سعرها مره غالي فلما تحطه في الجنجل انت بتقول انا ما اوصله للليت game فهو يبغي يسوي ganks ولا يبغي يسوي فارم jacks يبغي يفرم ما يبغي يسوي ganks كتير على اساس يبغي itemization he is not a good jungler period what is the best jungler to main in low elo uh warwick zenzao uh amumu حاليا kwees uh chismu uh khaziks is not bad yeah can he farm raptors what do you think about lethality jerevan i i'm not a fan of yeah هذه البلد كلها for fun yeah عادي there is a lot of junglers that cannot farm wraiths yeah man single target junglers are are always a problem in wraith yeah they always have problems in wraiths that's not for me that's not the reference low elo nono is good nono is good bardo nono is okay yeah pantheon is not لا what about maastri in low elo maastri is good in low elo they don't know how to spam gangman they don't they they cannot balance there they always like to farm all the time very nice and with that we'll be able to we'll be able to is gragas good this season he is actually he is he is being played i know in the beginning of the pros gragas is being reintroduced somehow gragas won't play in low elo yeah olaf noo is not I'll play in low elo you know gold to go to go to go olaf when you see bronze or not won't play olaf or no what about you 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 ترجمة نانسي قنقر